بلدة صغيرة في ولاية ميزوري الأمريكية باتت منذ أيام محط اهتمام آلاف الزوار الذين يتوافدون إليها من كل أنحاء البلاد هؤلاء الزوار مؤمنون سارعوا لرؤية ما وصفوه بالمعجزة الإلهية جثة راهبة كاثوليكية لم تتحلل بعد مرور أربع سنوات على دفنها ويليمينا لانكستر توفيت في عام 2019 في عمر الخمسة وتسعين عاما دفنت يومها في تابوت خشبي ولم يتم تحنيتها لكن حين استخرجت جثتها هذا الشهر بهدف إضافة ضريح اكتشفت راهبات دير بنيديكتين سيستيرز أوف ماري جسما سليما لم يتحلل عوضا عن عظام انتشر هذا الخبر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي ولاحقا في وسائل الإعلام ما أدى إلى تضفق آلاف الناس إلى بلدة جاور التي لا يتخطى عدد سكانها الألف وثمانمائة شخص وذلك لرؤية وحتى لمس جثمان الراهبة كثيرون اعتبروا الأمر معجزة إلهية تستدعي إعلان وليمينا لانكستر كديسة من قبل الكنيسة الكاتوليكية في وقت لفت البعض إلى أن ظروف الدفن التي تقطع الأكسجان والرطوبة كالتوابيت والملابس قد تبتئ عملية التحلل أحيانا غير أن نعشة لانكستر كان تصدع وتسربت الرطوبة داخله فيما يبقى عدم تحلل الجثث أمرا نادرا للغاية وعلى ما على القداسة في الكنيسة الكاتوليكية وعلى وقع هذه الصدمة الإيجابية يخطط الدير لوضع الجثمان في ضريح زجاجي يتيح للناس إلقاء نظرة على لانكستر وأخذ التراب من تابوتها ترجمة نانسي قنقر